اشتركوا في القناة من العشرين إلى الرابع والعشرين من مارس الجاري ولمزيد من التفاصيل يسرنا أن يكون معناع من بالي عبر الهاتف سعادة النائب المهندس محمد السيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عضو وفد الشعب البرلماني المشارك في الاجتماعات سعادة النائب بداية نرحب بك وهل لك أن تطلعنا عن أهمية مشاركة الشعب البرلماني في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي وأيضا أبرز الموضوعات التي ستطرح للنقاش بداية أمسي عليكم بالخير وعلى الأخوة والأخوات مشاهدي تلفزيون البحرين متمنين لكم قضاء طيب الأوغات كما أشكركم على تاحة الفرصة للحديث عن مشاركة وفد الشعب البرلمانية في اجتماع الجمع العام الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي وفي الحقيقة تشكل هذه الاجتماعات أكبر تجمع برلماني على المستوى الدولي ومشاركة الشعب البرلماني للمملكة البحرين تفتح المجال أمام براز التغدم والنهضة التي تشدها مملكة البحرين في جميع المستويات في ظل المسيرة التنموية الشاملة في العهد الزاهر لسيدي صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفده خصوصا أن الشعب تشارك بشكل إيجابي وفاعل في اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد المعنية بالسلام والأمن الدولي والتنمين المستدامة وتعزيز احترام الغانون الإنساني الدولي وأيضا ورش العمل والحقات النغاشية الأخرى ومنتد النساء البرلمانيات ومنتد البرلمانيين الشباب ونحن أيضا بدورنا كأعضاء في السلطة التشريعية نحرص على تقديم أوراق عمل وكلمات نوضح فيها بالأرغام والأحصائيات ما وصلته المملكة من نمو وازدهار وأيضا نبين مواقف مملكة البحرين تجاه مختلف الغضايا لمطروحا للنغاش خصوصا فيما يتعلق بدعم ومسانات الجهود لتحقيق السلام ومكافحة الإرهاب وترسيخ قيم ومبادئ الحوار والتسامح والتعايش وختاما في الحقيقة أن هذه التجمعات البرلمانية تشكل فرصة لتعزيز العلاقات البرلمانية وعقد اللغات الثنائية التي تسهم في توحيد المواقف والرؤى بين أعضاء البرلمانات ونحن بدورنا أيضا في الشعب البرلماني نؤكد على الدمناسية البرلمانية البحرينية التي تنطلق من الدمناسية البحرينية وركائزها ثابتة في بناء علاقات خوة وصداقة تشكل دعامة أساسية لعمليات التنمية والازدهار لدولنا إذن من بالي سعادتنا بمحمد السيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عضو وفد الشعب البرلماني المشارك في الاجتماعات شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر